زي حضراك شايف يعني الشخص اللي بيتنمر بيهم يعني ايه استمات هذا الشخص الذي يتنمر بذوي الهمم ده ده منتهى لنقدام الأخلاقي بقى والانحطاط الإنساني ليه لأنه ذوي الهمم دول دول يعني حاجة مش بيديهم يعني حد عنده أي أعاقة جسدية أو أي أعاقة زهنية ده بالعكس المجتمعات المتحضرة بتحتفي بيهم احتفاء غير عادي وفي عبارة شهيرة كده بتتقال تقاس حضارة الأمم بمدى رعايتها بالضعيف يعني عايزة تعرفي الأمة دي متحضرة المجتمع ده متحضر ولا لأ شوفي بيتعاملي زي مع زوجي مع الناس الأضعف مع الناس الأضعف احنا أضعيف مشوار كويس قوي في الحيطة زي آه أصحاب الإعاقات الأطفال المرضى كل أي ضعيف المسن أي ضعيف كل ما تلاقي أن المجتمع بيهتم بالضعيف وبيرعاه تعرفي أن هذا المجتمع وصل إلى درجة التحضر فزاوي الهمم إذا تم التنمر عليهم يعني لو يتعامل قوانين لتجريم التنمر وأنا أتمنى أنه ده يتحط في القوانين بتاعتنا أنه يبقى التنمر بزاوي الهمم عقوبة مضعفة لأن حد استغل ضعف حد تاني ملوز زنب فيه يعني أما حد بيتنمر مثلا على لعيب كورة أو يتنمر على فنان أو فنان تختلف تماما على التنمر على زاوي الهمم يتنمر على سنه يعني مثلا حد بعجوز كبير آه مثلا زنبه إيه فعجزه آه طب ما كلنا يعنعجز آه يتنمر على طوله وعلى أسره وعلى لونه آه على دينه على طائفته آه حتى على توجهه الفكري أو السياسي أو أي حاجة من دي آه كل دي ليه بقى لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر على تنوع واختلاف وحكمته في ده أنه ده صراء للحياة الإنسانية عرف المفروض العقوبة يكتب له في البطاقة بتاعة الرقم القومي متنمر بصراحة بس ده استدعي التنمر عليه آه عقوبة ما هو لازم يتنمر عليه بصراحة يعني برضو في حاجة مهمة إنه كتير من المتنمرين عانوا من التنمر آه يعني ببقى رد فعل في شخص موظف مثلا في مكان ما مديره تنمر عليه زميله تنمر عليه فهو لما يبقى مدير تنمر على مراته آه أو تنمر على أولاده مراته تتنمر على العيال أو العيال يروحوا تنمروا على على زميلهم في المدرسة أو الكبير تتنمر على الصغير على رأيبهم ولد عمهم والعيلة والعيلة كتير من المتنمرين بيكونوا هما نفسهم عانوا من التنمر في دراسة بريطانية من فترة قريبة قريتها إنه في 120 ألف موظف وعامل في بريطانيا اضطروا يسيبوا شغلهم بسبب التنمر العنصري آه آه بالضبط آه هو أكتر أنواع التنمر في الغرب هو التنمر العنصر ده ده بيعانوا منه كتير قوي قوي إنه في حد بيبص الحد مع اساس اختلاف لونه أو عرقه أو طائفته الدينية أو انتماءه السياسي أو أي حاجة من دي فده تنمر خطير أو العنصري ده حضرك بتقول يعني بتنصح الأباء اللي بيقولوا لولادهم اللي يضربك اضربه بتنصحهم بنصيح المختلف ما هو ده ده توسيع لدائرة العنف يعني بالضبط القاعدة دي هتعمل إيه بقى الولد الصغير اللي انت قلتيله اللي يضربك اضربه ده لما هيكبر هيبقى برضو عنده عقيدة إنه ياخد حقه بدراعه وإنه مفيش قانون ولا في بقى قواعد ولا في نظم ولا في أي حاجة خالص من دي المفروض المجتمعات البتحضرة فيها أليات لدفع العدوان يعني الأفضل إنه الولد ده نعلمه إنه حد مثلا اعتدى عليه أو حاجة إنه دافع عن نفسك بس صد لإيه صد العدوان يعني مثلا يزقه فيحوش الضربة عنه يحمي نفسه ويحمي نفسه غير إنه يضرب بعد بقى ما هو حما نفسه ساعة وقوع العدوان يروح بقى يشتكي ليه المدرسة يروح يشتكي للمديرة يعمل أي حاجة من دي والمشكلة لو ما خدش حقه أيوة هنا بقى المشكلة لو إنه قدرت المدرسة توقفت عن الألية دي ما عرفتش تدفع المعتدي فبيبقى الولد وقسرته في أزمة شديدة لأنه دلوقتي لو سكت هيتضرب كل يوم ولو قالوله اللي يضربك يضربه فكأنهم بيزرعوا بزرط عدوان فيه وإنه ما فيش قانون ولا في قواعد للسلوك الإنسان المتحضر وإن إحنا في غادة فلما تغزي الولد بده بعدين الطفل بقى ما هواش عارف مدى تضرب إيه يعني أنت قلت له اللي يضربك يضربه فقام إيه ممكن يقطر بقى معاه برجل أو معاه أي حاجة فضرب الود في عينه جميله دا ضربه في عينه عوره بحاجة خد أي ألة حدا يضربه بي أما هو مش عارف في الحدود الضرب الضرب إيه فممكن يعمل حاجة خطيرة فدي قاعدة ونتمنى أن المدارس يبقى عندها آلية وكان في زمان عندنا حاجة ضريفة جدا حتى يسميها الشرطة المدرسية كان الشرطة المدرسية دي شرطة داخلية كده في المدرسة من الطلاب وكنا نلبس شارع حمرة أحمر شارع حمرة فكرة حضرة آه فكرة شارع حمرة كده دول مخول ليهم تحقيق الأمن والأمان في المدرسة عايزين نرجع الشرطة المدرسية سؤال أخير في السوادي بس الزوج المتنمر نعمل معي الزوج المتنمر كتير أوي بيبقى هو مش راضي عن زوجته فيقوم يعمل ايه يجبها في هزار فيوصل كل الرسائل السلبية بتاعته في هزار وعدني يقولك أنت بهزر أنت بهزر فده بيبقى هزار ريخم جدا وهزار سخيف وده بيزرع جوه الزوجة مشاعر سلبية تجاه زوجة وتجاه نفسها لأنه ممكن يعني يفقدها الثقة بنفسها وممكن يوصلها لحالة اكتئاب وممكن يوصلها حتى لحالة انتحار لأنه بيبقى تنمر الزوج ده تنمر متكرر لأنه عايش معها على طول يعني تعمل مع ايه أول حاجة تكتسب الثقة بنفسها عشان تكتسب المناعة ضد التنمر الحاجة التانية تواجهه بده أنا ما بحبش الهزار ده لا وسمحت ومش مبسوطة منه ومش سعيدة بيه فأرجوك بلاش الهزار الرخم ده يعني عايز تهزر هزر بطريقة متحضرة فتواجهه بالحكاية دي علشان لا يتسلل إليها لأنه هو يعني يعني يهجمها أو ينتقس منها تحت سطار أنا بحضر أشكر حضرتك يا دكتور نورتنا بجد في مصر جديدة ويعني إن شاء الله يكون لنا لقاءات مقبلة دكتور محمد المهدي شكرا جزيلا لحضرتك الحقيقة فيه مشاكل كثير ممكن تتحل لما نسمي الأشياء بمسمياتها فاللي بيسميه بعض الناس حرية تعبير ممكن يبقى مسمى الحقيقة التجريح والتشيير واللي بيعتبر نفسه صاحب كلمة حق في كثير من أحيان بيكون مجرد شخص متنمر شخص عنده أزمات تعباء ما بيعرفش يخفف منها إلا بقى زية غيره شخص نكرة مش بيحس بوجوده إلا بتطول على الناجح والمشهور ولو كل متنمر عارف إن الناس شايفينه على حقيقته ومدركين إنه مريض محتاج مساعدة يمكن وقتها هنقدر نقلل هذه الظاهرة اللي بجد بتشوه حياتنا شكركم شكرا جزيلا إن شاء الله أشوفكم يوم الحد في مصر جديدة